الصنائع والعمران للكاتب عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولد في تونس ودرس المنطقة والفلسفة والتاريخ والفقه يبحث النص في تطور العمران البشري حيث يعتبر الاقتصاد والصناعة من العوامل المهمة التي تؤثر في تطور العمران البشري التحليل علم العمران البشري والاجتماعي الإنساني هي النظرية الجديدة التي أصبحت بفضل بن خلدون علما جديدا يدرس على مستوى العالم المتحضري وتتبع بن خلدون الظواهر الاجتماعية التي تحيط بالمجتمع ويرى أن عدم اكتمال المجتمع العمراني وتحضره يرجع إلى أن الناس إنما همهم الضروري من المعاشي هو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعاش ثم إن الصنائع والعلوم إنما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن الحيوان والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية فهو مقدم لضرورته على العلوم والصنائع وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع وأما العمران البدوي فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيطة خاصة المستعمل في الضروريات من نجار أو حداد أو خياط أو حائك أو جزار ولا توجد فيه كاملة ولا مستجادة وإنما يوجد منها بمقدار الضرورة وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات أدى ذلك إلى التأنق في الصنائع واستجادتها وتزايدت صنائع أخرى معها مما تدعو إليه الرفاهية من جزار ودباغ وخراز وصائغ وأمثال ذلك وقد تنتهي هذه الأصناف إذا استبحر العمران إلى أن يوجد فيه كثير من الكمالات مثل الدهان والصفار والحمامي والطباخ والهراس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحها وقد تخرج عن الحد إذا كان العمران خارجا عن الحد كما بلغنا عن أهل مصر أن فيهم من يعلم الطيور العجم والحمر الإنسية وتعليم الحداء والرقص والمشي على الخيوط في الهواء وغير ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا بالمغرب لأن عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر والقاهرة أدام الله عمرانها بالمسلمين والله الحكيم العليم ترجمة نانسي قنقر